ما هو ده اللي يخلينا فقا أن ننتقل من مرحلة الإحساس بعدم التوفيق إلى مرحلة الإحساس بإنه لا فيه إنعدام للتركين ما هو ده؟ لما تقول فرص سهلة للدركات معلش ده أحيانا برضو بيكون نتاج للضغط النفسي المحيط بالفريق يعني أنت طبس دول عيبة محترفة أستاذ جمالي يعني مش حدي عذر بصراحة ضغط نفسي والله أنا مش بدي أعذار أنا كل اللي أنا بقوله خلي بالكو أنا بعمل الاستعراض ده مش لمناقشة قصة إيه ضياع الفرص لي والكلام ده أنا بعمله على أساس أن احنا ما نربطش بينه وبينما نتمنى أن يحدث في لقاء الجمعة مش بنيدي أعذار يعني اه مش بنيدي أعذار وكمان أنا يعني بقول أن الأهل في مباراته القادمة أمام اتحاد جده زي ما قلت كنيم أنه لا تقبل القسم على اتنين لا لشيء إلى أن نظام البطولة كده الفائز مولود والخاسر مفقود بص بص المشهد الجميل ده وهم وصلين والمصريين المتجمعين هناك وعناصر نسائية كمان موجودة بص بص لا مشهد جميل الحلو بقى أن أنت لما تروح أي حتة في العالم حتلاقي أهلوية يعني ما فيش مكان تقريبا موجود عليك في الخريطة ما فيهوش أهلوية فده شيء جميل إحنا في كل حتة تحس أن علتك وراك في ظهرك وعلى فكرة نادي الأهل يسافر لعب في حتة ملقاش جماهير موجودة الشيء بيلفت نظر أي مدرب أجنبي بيدرب النادي الأهل إنه هو شايف جمهور الأهلي في كل مكان يعني وكأن الأهلي ده ممتد ممتد ومتغلغل في جميع الدول اللي بيروحوها حتى دول أفريقيا حتى الدول العربية طبعا اليابان تلاقيين كله 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 فحيث يوجد الأهلي يوجد جمهور الأهلي وده برضو هيكون إن شاء الله موجود في لقاء الجمعة بإذن الله صحيح يعني أعتقد أنه جماهير الأهلي لن تقل عن جماهير اتحاد جدة وطبعا نخرج منها على من هذا الكلام على مباراة الأمس بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي نقول برضو إنه الفارق الفني بين الفريقين واضح لصالح اتحاد جدة طبعا بكتيبة المحترفين ونتائج برضو السابقة في المواجهات ليهم طبعا وبطبيعة تشكيلة الفريق لا يعني بيضم كتيبة من المحترفين بداية من الحارس إلى أحمد حجازي إلى خط النص بتاعهم لا هو أصلا كلهم محترفين وفيه ثلاثة أو أربعة زي ما كنا بقول للسعودين أصلا يعني من عايز أقول إنه خط النص مثلا فيه لعب واحد من السعودية وهو فيصل الغمدي أنا بكلم على التشكيل للعب الأساسي 98% إضافة إلى كريم بنزيمة طبعا فعايز أقول إنه هم أربع لعبين وأنا بعتقد إنه حتى بعد الضغط الشديد اللي عملوا اتحاد جدة على أوكلاند سيتي ضغطه هجومي مكسف وعنده من المهارات وعنده من اللعيبة اللي تساعده على ده ضغط ضغطه جمدة جدا أحرص ثلاث أهداف في الشوت الثاني بدأ خلاص هو أتطمن على النتيجة فخلاص مش عايز يعمل أكبر مش محتاج يبز الجهد أكبر ممكن يريح بعض اللعيبة أكبر من سيتي كان مستسلم قوي يعني آه طبعا فنياته أقليلة ولسه نادي يعني بس برضو اللعبة ما كانش موجود تقريبا وكأنه خايف من المنافس فهو مش قادر يعمل حاجة أنا شايف إنه هو فرق إمكانيات برضو يعني مش مسألة نفسية يعني مش خوف لا في ضغط مكسف فعلا من خط وسط اتحاد جدة ومهاجمي تشعروا معاه إنه لا الفرقة دي أنا لازم أكسب شكرا للمشاهدة